الله وصلاة والسلام على رسول الله هناخد اول حاجة انا هبدأ بها هو قانون مندل الاول هسيب النظر اللي في الاول علشان ده يكون شرح تجريد جه عالم اسمه مندل واشتغل على سبع صفات فراسية خاصة بنبات البسلة تمام كده السبع صفات لهم علاقة بطول النبات يبقى النبات ممكن يكون طويل او قصير ماشي؟ لون البذرة البذرة ممكن يكون لونها اصفر او ممكن يكون لونها اخضر اشتغل كمان على شكل البذرة ممكن تكون دائرية وممكن تكون مجعدة اشتغل كمان على مكان الظهرة مكان الظهرة ممكن يكون محوري وممكن يكون طرفي واشتغل على لون الظهرة ابيض او ارجواني واشتغل على شكل القرون ممكن تكون ممتلئة ممكن تكون فارغة واشتغل على لون القرون خضراء او صفراء يبقى كده سبع صفات اشتغل عليهم مندل والحسن حظه ان كل حاجة من دول او كل صفة من دول موجودة على كرومصوم معين والكلام ده هنقوله في وقته طيب قال ايه مندل في القانون الاول قال ان احنا لما جينا لقحنا صنفي من بسلة نقية وهقول لكم يعني ايه نقية يختلفان في صفة واحدة محددة صفة واحدة بس يعني مثلا يختلفان في صفة واحدة محددة يعني مثلا طول النبات تمام طول النبات ده احنا قلنا دي صفة واحدة ممكن يكون نبات طويل أو ممكن يكون مثلا مثلا يعني طول النبات مثلا أو قصير والطويل ده طويل نقي هقولك يعني إيه نقي أو قصير نقي لا إيه لأ أن الاتنين دول لما حصل لهم تزاوج طلع أفراد الجيل الأول كله متجانس حاجة واحدة بس ويشبه أحد الأبوين بينما تختفي الصفة الأخرى تماما يعني هيظهر الجيل الأول كله طويل والتاني ما فيش ولا واحد فيه ظاهر الصفة اللي ظهرت اللي هي صفة الطول مثلا بتسمى صفة سائدة يعني هي اللي سادت على الصفة التانية هي اللي بتظهر كتير أما الصفة اللي ما ظهرتش اسمها الصفة المتنحية تمام كده الصفة المتنحية قبل ما هناخد التعريفات هنروح نعرف يعني إيه نقي ويعني إيه متجانس تمام؟ طيب أو هاجين دلوقتي إحنا عندنا الصفات كل صفة بيرمز لها تمام؟ بحرفين تمام؟ لو الصفة نقية نقية يعني نقية هي وهم كلهم طويل بس لو الصفة نقية الحرفين بيكونوا كابتل اللي اتنين بيكونوا كابتل وليكن مثلا أنا بتكلم عن صفة الطول وليكن مثلا أنا هقولها باي يبقى اللي اتنين كابتل يبقى ده معناها صفة نقية وسائدة ليه؟ لإن هي كابتل حرفين كابتل يبقى علشان هما زي بعض نقية وعشان هما كابتل فهي سائدة تمام كده؟ طيب لو حرفين سمول لو حرفين سمول نقية لإن هما زي بعض ولكنها عشان هما سمول فهي صفة متنحية يعني ما بتظهرش إلا قليل إلا في حالة معينة طيب لو الصفة هاجين الصفة الهاجين دي بيكون فيها واحد كابتل مع واحد من الاسمول دي اسمها صفة هاجينة طيب هتظهر لي يا دكتورة بالصفة السائدة ولا الصفة المتنحية هتظهر لك بالصفة السائدة اطلق بطم هفاهمكم أكتر وليكن مثلا طول النبات طول النبات ده صفة في عندي نوعين إما نبات طويل وإما نبات قصير تمام كده؟ النبات الطويل ده صفة سائدة يعني هي اللي بتظهر أكتر أما النبات القصير صفة متنحية كمام كده؟ طيب لما جي أرمز لهم برمز أرمز لهم برمز إيه؟ طول النبات أنا هرمز له بحرفين من حرف الإيه؟ حرف الإيه؟ طيب تمام لو النبات ده كان طويل يبقى صفة سائدة يعني هرمز له بالرمز الكابتل إيه كابتل؟ طيب الصفة السائدة دي هل هي نقية ولا هل هي هاجينة؟ لو نقية يبقى لتنين إيه كابتل يبقى كده طويل يبقى كده طويل علشان عندي حرف الإيه بيرمز ليه طول النبات وفيه كابتل يبقى هو صفة السائدة اللي هو نبات طويل تمام؟ طيب ونقية لأن الحرفين كابتل زي بعض طب تمام؟ طب لو طويل هاجين لو طويل هاجين يبقى واحد كابتل علشان هو طويل وبما إنه هاجين هياخد واحد سمول يبقى كده ده طويل وهاجين تمام؟ طيب طيب يا دكتورة كده طول النبات أخدنا الجزء الطويل ممكن يكون نقي وممكن يكون هاجين وعرفنا إن هي سائدة علشان الحرف كابتل طب قصير قصير يعني حرف سمول ودائما الصفة المتنحية الصفة المتنحية لا تأتي إلا نقية بحروف سمول بحرفين صغيرين سمول طيب ده بالنسبة لإيه لبداية المسائل من دل بقى في القانون الأول قال إيه؟ قالت لما تزاوج فردين من نبات البسلة بيعندهم نفس الصفة صفة واحدة خليني بتكلم برضو ما زال صفة الطول طول النبات وجاب اتنين مختلفين مختلفين عن بعض تماماً يعني جاب واحد طويل نقي وعمل تزاوج مع واحد قصير نقي ده طويل نقي لإنه كابتل طويل الصفة السائدة في الطول هي الطويل ونقي علشان هما الاتنين زي بعض والاتنين دول علشان هما الاتنين سمول يبقى الصفة المتنحية وطبعاً الصفة المتنحية دائماً نقية طيب كه يبقى زي ما اتفقنا من دل قال لو جبت نباتين والاتنين فيهم نفس الصفة اللي هي صفة واحدة صفة الطول ولكن الصفتين مختلفين الصفتين إيه؟ عكس بعض طيب ايه لا يحصل؟ قال لك الجيل الأول كله يحمل الصفة السائدة ولكن هاجين طيب ازاي؟ تعال نشوف نعمل ايه؟ بقوم حاملة جدول بسيط انا عندي هنا حرفين حرف ايه كابتل وحرف ايه كابتل وعندي هنا حرفين حرف ايه سمول وحرف ايه سمول يبقى تاني بعمل جدول الكابتل فوق او اللي سمول فوق مش هتفرق الكابتل تحت او اللي سمول تحت مش هتفرق وبعدين هتاخدي ده مع ده كأنك بتضربيهم في بعض الكابتل دايما بيتكتب الأول طالما موجود وبعدين A كابتل A small ثم بعد ذلك اهل عليه الضار ال A كابتل مع ال A small يبقى حكت بال A كابتل وبعدين حكت بال A small وانزل على اللي بعده مين اللي موجود برضو الأول ال A كابتل حتضربيه في ال A small اللي فوق يبقى A كابتل ثم A small بنفس الطريقة بالضبط هنا A كابتل حضرابوف اللي بعدها A كابتل A small أو طريقة تانية بنعمل عزل هاخد من هنا هما الاتنين زي بعض هاخد منهم واحد بس وهنا هما الاتنين زي بعض هاخد منهم واحد بس طيب بنعمل ايه في المسألة بتعزلي كل واحد فيهم لوحده هما الاتنين هاخد منهم واحد بس طالما هما الاتنين زي بعض وهنا الاعزلي كل واحد فيهم لوحد هما الاتنين زي بعض يعني ايه سمول حلو؟ تمام كده احنا اخذنا الجامتات دي اسمها الجامتات بعد كده بتاخد الاول مع الاول انا ما عنديش هلا واحد من هنا وواحد من هنا الناتج هيطلع لأيه؟ خلي دي باللون اللخضر ودي باللون اللحمر دي باللون اللخضر اهي يبقى الناتج هيطلع لأيه؟ ايه كامتال ايه سمول احنا قلنا الايه كابتال دي طول النبات صح؟ طويل بما انه طويل طيب هاجين ولا نقي؟ ها قلولي مش واحد كابتال واحد سمول؟ اه يبقى هاجين طويل هاجين يبقى زي ما قال فعلا منديل قال ان الجيل الاول ده الجيل الاول ده الناتج من تزوج الجامتات يبقى ده الجيل الاول ماله بيحمل الصفة السائدة فعلا كلهم طويل ولكن هاجين هاجين ليه؟ لانه بيحمل فيه ثنايا جزء من الصفة المتنحية طيب اذا التراز الجيني هو الحرفين الحرفين دول ايه كابتال ايه سمول ده التراز الجيني التراز المظهري حتقولي يعني ايه ايه كابتال ايه سمول يعني ايه؟ يعني صفة الطول صفة الطول ولكن هاجينة هاجينة يعني نبات طويل بيقول عند تلقيح صنفي بسلة نقية فعلا احنا جبنا صنفين من البسلة النقية واحد فيهم طويل نقي وواحد فيهم قصير نقي هما الاتنين يختلفان في صفة واحدة هما الاتنين في صفة واحدة اللي هي صفة طول النبات ولكن واحد طويل وواحد قصير يعني زوج من الصفات المتضادة تمام افراد الجيل الاول كله متجنسة وتشبه احد الابوين اللي هي الصفة السائدة بينما تختفي الصفة الاخرى تماما فعلا ما فيش ما شفناش نبات قصير خالص وتسمى الصفة التي تظهر في افراد الجيل الاول هي الصفة السائدة والصفة التي لم تظهر في افراد الجيل الاول هي الصفة المتنحية قلنا الصفة السائدة هي اللي بتظهر في جميع أفراد الجيل الأول الناتج من تزاوج فردين يختلفين في زوج أو أكثر من الصفات المتضادة مثلا طويل قصير أصفر أخضر كده يعني الصفة المتنحية هي التي تختفي في أفراد الجيل الأول نفس الكلام من تزاوج فردين يختلفين في زوج أو أكثر من الصفات المتضادة فرض الصفة النقية هو الذي يحمل الجينين متماسلين إما كابتل إما سمول أحدهما سائد الكابتل وأو كلاهما متنحي السمول طيب فرض الصفة الهاجينة يحمل الصفة أحدهما سائد والآخر متنحي تمام الطراز الجيني اللي هي الحروف مجموعة الجينات اللي بيتوارسها الفرض عن أباء الطراز المظهري الشكل التي تظهر شوف هنا دي هنا التي يتوارسها لكن هنا تظهر الشكل بتاعه عامل ازاي يبقى الطراز الجيني يشفر إلى الطراز المظهر طيب هنشوف الجينات الأليلية والحاجات دي هنشوفها بعدين خلينا ناخد مثال على قانون مندل مرخص لقانون مندل لما جاب صفة سائدة نقية صفة سائدة نقية اللي اتنين كابتل مع صفة متنحية نقية المفروض تكون أسمول أسمول وهناخد الجميتات هناخد من هنا أ واحدة بس وهناخد من هنا أ واحدة بس ونزوجهم مع بعض هيدوني أسمول طيب تخيل لو كان ده صح كان اي لا يحصل ما كانش حينفع من هنا أسمول بس كنا لازم ناخد مرة أ كابتل ومرة ناخد أسمول وناخد مرة أكابتل مع أكابتل فيديني أكابتل أكابتل ومرة ناخد أكابتل مع أسمول فيديني أكابتل أسمول ولكن ده غلط الصح ان اللي يكون اللي اتنين ده هم A small A small وناخد من هنا A small واحدة وناخد من هنا A capital واحدة ونزوجهم هم اللي اتنين مع بعض فيديني A capital A small يعني كلها تحمل الصفة السائدة الهاجينة طيب تمام تعالي ناخد مثال تاني مثلا هنا ده امثلة للجل الاول اخدنا نبات ابيض نقي B small B small مع نبات ارجواني نقي B capital B capital ايه اللي هيحصل هناخد من هنا B small واحدة وناخد من هنا B capital واحدة ونزوج ده مع ده ايه اللي هيحصل B capital B small B capital B small B capital B small كلهم 100% هم ارجواني هاجين فبيقولك يوضح نتائج التهجين واحد ابيض الازهار ده الصفة المتنحية النقية والاخر ارجواني الازهار صفة سائدة نقية تعالوا اعلمكم ازاي عملنا دي تمام او خلينا ناخد مثال تاني اه او خلينا ناخد مثال تاني وليكن مثلا لون البذرة لون البذرة ممكن يكون اصفر وده الصفة السائدة وممكن يكون اخضر وده الصفة المتنحية يبقى هناخد دلوقتي مثال لصفة لون البذرة وهناخد المثال على واحد اصفر صفة سائدة نقية وواحد اخضر صفة متنحية نقية طيب اصفر يعني يلو واي كابتل واي كابتل ده اصفر نقي هنعمل له تزاوج مع اخضر نقي لان المتنحي كده كده دايما بيكون اخضر طيب واي سمول واي سمول وده اخضر متنحي اخضر نق طبعا لان المتنحية دائما نقية هنعمل الجدول بتاعنا بنفس الطريقة بالضبط هناخد من هنا الواي الكابتل اللي هي باللون اللي زرق نخليها حتى باللون الاصفر عشان نبقى عارفين ان ده اصفر واي كابتل واي كابتل وهناخد من هنا الواي سمول والواي سمول وهنعمل تزاوج هيطلع لي من اول مرة واي كابتل واي سمول وبعدين الكابتل طالما موجود هو اللي يكتب الاول واي كابتل واي سمول ثم ناخد دي مع دي يبقى الكابتل هو اللي بيتكتب الاول ثم اللي سمول باللون الاخضر بنفس الطريقة بالضبط اهود الكابتل طالما موجود اللي هو الواي الكابتل والاخضر الواي سمول ايه اللي احنا لقناه لقينا كل الجيل الأول كل الجيل الأول ما له كل الجيل الأول اللي هو الفيرست جينريشن طلع لي يحمل الصفة السائدة وهي لون البذرة الأصفر لون البذرة الأصفر ولكن متجانس أو هاجين متجانس أو هاجين ليه لأن أنا عندي حرفين واحد كابتل وحرف الثاني سمو طيب جي مندل بعد كده وقال أنا هاخد كل أفراد الجيل الأول دهوت وأعمل لهم تزاوق تلقائي مرة أخرى علشان أشوف الجيل الثاني هيبقى عامل إيه فهنعمل زي ما مندل عمل أنا بات فيهم كابتل وسمو اللي هو الصفة الهاجينة والتاني نفس الكلام وي 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 تمام وأعمل لهم تزاوج هما الاتنين مع بعض وهاخد من هنا وهعمل الجدول بتاعه اللي أنا كل مرة بعمله ده الجدول اللي أنا هعمله هاخد من هنا وي كابتل مرة وي سمول مرة ده من النبات الأول ومن النبات التاني هاخد برضو الواي الكابتل والواي السمول وبعدين هعمل التزاوج بنفس الطريقة المعتادة اللي هي باخد الأولاني مع الأولاني هيطلع لي واي كابتل باللون الأصفر واي كابتل التاني ايه اللي هيحصل هتاخدي الواي كابتل مع الواي سمول هيطلع لك واي كابتل طالما الكابتل موجود بيتكتب الأول واي سمول تمام واخد الجيل واخد اللي بعده الواي سمول والواي كابتل الكابتل موجود هيتكتب هو الأول تمام هيتكتب هو الأول وبعدين اكتب الواي سمول وبعد كده لا صواني ده كده الكابتل الاول كتبته وبعدين اللي سمول اللي باللون اللي أخضر ركز وبعدين هاخد الواي اللي سمول ده هيت مع الواي اللي سمول اللي فوق تمام هيطلع لي واي سمول واي سمول لاحظت ايه لاحظت يا دكتورة ان الصفة المتنحية بدأت تظهر الصفة المتنحية اللي هي الواي سمول واي سمول بدأت تظهر في أفراد الجيل التاني طيب وكمان في عندي واي كابتل واي كابتل صفة سائدة نقية وظهر لي كمان واي كابتل واي سمول صفة سائدة هاجينة وصفة سائدة هاجينة يعني الطراز المظهري للناتج في الجيل التاني الطراز المظهري للجيل التاني عبارة عن ايه عبارة عن تلاتة لون البذرة أصفر إلى واحد لون البذرة أخضر يعني الصفة المتنحية ظهرت بنسبة خمسة وعشرين في المية بنسبة خمسة وعشرين في المية من أفراد الجيل التاني اللي هو تقريبا ربع المحصول صحي كده طيب والتلاتة الباقيين يحملوا الصفة السائدة واحد فيهم سائد نقي اللي هو كان واي كابتل واي كابتل واي كابتل واتنين واي كابتل واي سمول واتنين ايه هاجين زي ما قلنا لو جبنا أفراد الجيل التاني وعملنا لهم تزاوج هنلاقي ايه هنلاقي ان الجيل الاول اي كابتل اسمول والجيل الاول اي كابتل اسمول برضو هناخد من هنا اي كابتل واسمول واي كابتل واسمول خد الاي كابتل مع الاي كابتل يديني اي كابتل اي كابتل بعدين خد الاي كابتل مع الاي سمول هيديني اي كابتل اسمول نفسها اي كابتل اسمول عشان كده كتب لك هنا اتنين وبعدين خد الاسمول مع الاسمول اداني ايه اسمول اسمول ظاهر ليه يمين واحد متنحي وتلاتة سائد الافراد السائدة موجودة عندي النوع النقي وموجودة عندي النوع الهاجيل اتنين سائد هاجين وواحد سائد نقي وافراد الصفة المتنحية نقية دائما الكلام ده النسبة دي بتظهر امتى في جميع الصفات اللي درسها مندي اللي هما السبعة اللي قلنا عليهم وكان الجيل التاني ربع النبات فيه كان بيحمل الصفة المتنحية في الجيل التاني تعال ناخد كده من الاول جاب الاباء يحملين صفة واحدة والصفة دي مختلفة او متنقضة واحد طويل نقي واللي يكون تي كابتل تي كابتل وواحد قصير نقي تي سمول تي سمول تي كابتل تي سمول دول الجيل الاول اخذنا الجيل الاول وزوجناهم مع بعض هيديني اول واحد تي كابتل تي كابتل تاني واحد تي كابتل تي سمول تالت واحد تي كابتل تي سمول اخر واحد تي سمول تي سمول القصير بدأ يظهر بنسبة ثلاثة الواحد بنفس الطريقة برضو جاب ظهور ارجوانية نقية وليكن مثلا ارجوانية يعني بيربل بي كابتل بي كابتل ظهور بيضاء نقية بي سمول بي سمول الناتج بي كابتل بي سمول ولكنهم هاجين خد الهاجين ده وعمل لهم تزوج مع بعض اداني ثلاثة واحد فيهم بي كابتل بي كابتل والتاني بي سمول بي كابتل بي سمول عفواا بي كابتل بي سمول والتالث بي سمول بي سمول اللي هو الابيض جيح بقى وقال تعالوا نشوف الجيل التالت مع بعض طي اه اللي حصل قالك والله على حسب انت لو جبت اتنين الابيض نقي نروح نعملها سوى مع بعض لو جبت اتنين الابيض نقي ابيض ده يعني صفة متنحية صح يعني small و small مع small و small الناتج هتاخد من هنا l-a و هتاخد من هنا l-a تزاوجهم مع بعض هيدك a small a small إذن الصفة المتنحية لما زاوجهم هما الاتنين اللي نتجوا لي من الجيل الثاني اللي هما من الخامسة وعشرين في المية الصفة المتنحية إذا زاوجها مع صفة متنحية زيها مع متنحية كان الناتج ايه كلهم متنحية ده اول حاجة طيب بعد كده ايه اللي ظهر لي في الجيل الثاني ظهر لي افراد سائدة اما كلها نقية وجاب النقية مع النقية يعني جاب النقية دهيت اللي هي ال-b-c-b-c-b-c انا عملها ايه كابتل ايه كابتل مش هتفرق وزوجهم مع بعض حينتج ايه؟ حينتج ايه كابتل ايه كابتل حيديني برضو افراد تحمل الصفة السائدة النقية مش كده؟ طيب خلي ام رايح جايب طب هجيب بقى اللي هو ايه كابتل ايه سمول مع ايه كابتل ايه سمول هيحصل ايه؟ قالك نفس الجيل الثاني ما هو احنا ما عملناش حاجة نفس الجيل الثاني هتاخد من هنا ايه و ايه و ايه و ايه وبعدين هتزوج مع بعض ه يطلع لك ايه كابتل ايه كابتل ايه كابتل اسمول ايه كابتل اسمول 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 نفس الجيل الثاني بالضبط يبقى ده بالنسبة لافراد الجيل الثالث على حسب قالك في افراد الجيل التالت لو لقح ذاتي لنباتات تحمل الصفة المتنحية يبقى كله هيحمل الصفة المتنحية اللي هي ايه سمول اي سمول لو جاب النباتات التي تحمل الصفة السائدة على حسب لو الصفة السائدة دي نقية اللي هي كابتل كابتل هيديك كله كابتل كابتل زي ما عملنا من شوية لو كانت تحمل الصفة السائدة الهاجينة يعني جاب هاجين ايه كابتل اسمول مع ايه كابتل اسمول هينتج لي ايه تلاتة الواحد الصفة السائدة تلاتة والصفة المتنحية واحد زي ما عملنا مع بعض ده تقريبا ملخص المحاضرة الاولى كده انا جبتلكم ملخص المحاضرة الاولى يا شباب لو هتكمل معايا الشرح تواصل معايا على رقم الواتساب 059 37 1600 انا دكتورة منا معوض